يام سهر خير ويأهلا وسهلا بكل جماهير النادي الأهلي العظيمة في حلقة جديدة والسادسة الحقيقة يمكن هتكلم النهاردة الأول قبل ما أدخل في تفاصيل حلقة وموضوعاتنا النهاردة مع الجمهور في كل ما يشغل بالهم خصوصا فيما يتعلق بانتقالات العيبة من وقيلة النادي الأهلي الحقيقة يمكن احنا الموضوع قتل أباحسا وأنا كلمت حضراتكم أنه على مدار أيام الأخيرة بالذات كان فيه تركيز كبير جدا وأكدت على أنه الأهلي في مرحلة مهمة وحارجة جدا قبل مواجهة التراجف قبل نهاية الأفريقي وقلت لحضراتكم أخبار كتير جدا كلها متفابريكا وكلها في شنك طبعا فيما يتعلق بانتقالات عدد كبير وصل تقريبا لنص فرقة النادي الأهلي وخلينا نتفع على مبدأين مبدأ الأول أنه من اللحظة دي ومن أيام كمان فاتت لغاية لما توصل للحظة ولليوم وللساعة والديئة اللي هيتم فيها الإعلان عن قائمة النادي الأهلي هتسمع لمسلم الجديد طبعا هتسمع كلام كتير جدا وغالبا غالبا بنسبة 90% منه هيكون كلام مش دقيق وارجع كده حتى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ارجع لليوتيوبرز اللي بيتكلموا في الموضوع ده ارجع لوسائل الإعلام والقنوات اللي كلمت في سنين فاتت على صفقات وعلى مديرين فنيين وعلى مفاوضات بين النادي الأهلي وعدد كبير جدا من الأسماء سواء جاية النادي الأهلي أو ماشي على النادي الأهلي وهتلاقيها ما تحققتش الأهم من ده ونبكلم جمهور النادي الأهلي أنه عارف طبعا أن الحب اللي في قلوب الأهلوية للنادي الأهلي بيترجم في أوقات كتير جدا مع خبر هنا خبر هناك لحالة خوف حالة قلق حالة توتر لكن في النهاية تت عندك فريق بطل فريق فيه كل مقاومات البطولة والبطولة مش بس صحيح اللاعبين الفريق العناصر الموجودة في الفريق عنصر أساسي ومعامل أساسي في نجاح الفريق في التتويق بالبطولات لكن معها عناصر تانية كتير جدا مش موجودة تقريبا في كل اللي حواليك مش بتكلم بس على مستوى مصر لا بتكلم على مستوى أفريقيا وعلى مستوى الوطن العربي نوادي قليلة جدا اللي ممكن تكون بتنافس الأهلي في العناصر المتكملة اللي ممكن تخليه دايما مرشح لتحقي بطولة هنا بتكلم على جمهور عظيم جدا لا يضهي أي جمهور تاني لا على مستوى أفريقيا ولا على مستوى الوطن العربي ومش ببالغ كمان لو قلت إنه الأهلي من حيث الجماهرية والشعبية نادي كبير جدا من أكبر الأندية على مستوى العالم دي نقطة وعامل مهم جدا في تحقيق البطولات ويمكن يكون عامل أساسي كمان نقطة تانية الحقيقة هي الإدارة والسياسات والرؤى اللي بتتباحها الإدارة عشان تحقق دايما الهدف الأساسي للنادي الأهلي هو التتويق بالبطولات في كل اللعبات الحقيقة يمكن إدارات النادي الأهلي متعقبة أنا مش بس بتكلم على قدارة كابتن محمود الخطيب إدارات متعقبة على مدار أجيال كتير جدا طبعا كابتن صالح سليم كابتن حسن حمدي أنا مش عايزة أرجع بالتاريخ الوراء قوي لكن الحقيقة أنا هتكلم على آخر 30-40 سنة هتلاقي إنه سياسات ومبادئ النادي الأهلي دايما واحدة وإنه الفريق واسم النادي الأهلي هو دايما النجم عشان كده يمكن أسماء اللعبين مهما كانت أهميتهم ومهما كانت نجوميتهم ما بتصنعش النجومية دي إلا وهي داخل دائرة النادي الأهلي عشان كده تطمنوا وإن شاء الله طبعا في وقتها هيتم الإعلان عنها لكن الحقيقة سكواد النادي الأهلي إن شاء الله كل المؤشرات والدلالات بتقول إنه السنة الجاية في حتة تانية خالص خليني بس أطمن حضراتكم كمان على إنه هتسمعوا كلام كتير جدا على أسماء في فريق النادي الأهلي في الوقت الحالي وأسماء مهمة جدا جالها عقود احتراف برة وجالها عروض برة وده شيء طبيعي جدا فريق بطل إفريقيا وتالت العالم وبطل سوبر إفريقيا وبطل دوري وكاس في مصر طبيعي جدا إنه العناصر بتاعته تبقى مطلوبة في أوقات كتير جدا بتبقى العناصر دي مطلوبة مش بهدف التعاقد معها لكن ممكن تبقى مطلوبة في وقت من الأوقات لإحداث حالة من حالات التشويش على الفريق في مرحلة مهمة وده أمر مشروع في المنافسة يعني بنفهم كتير جدا إنه لو عايز تخرج فريق أو تخرج لعيه برة حالة حالة تركيزه خصوصا طبعا أنا بيبقى عنده إن شاء الله قبل نهاية ونهاية أفريقيا اتكلم معاه في مفاوضات وعرض عليه مبالغ خيالية تخليه راسه كده تلف شويتين وما يبقاش في حالة تركيز تام مع فرقة وارد ده شيء وارد جدا أو في وقت تاني بتكون الغرض من التفاوض هو إنك تدخل النادي الأهلي في محاولة طردية مثلا أو إنك تدخل النادي الأهلي إذا كان صفقة برا نادي الأهلي إنك تعلي عليه مبلغ التفاوض مع لعبين هو عايز يستقطبهم أو عايز ينتدبهم للصفوف فرقته ففي الوقت ده مش بورده مش بتبقى أو مش بيبقى الهدف بغرض الانتداب أو بغرض إنك تشتري اللعيب بقدم إنك تتصعب طريق المفاوضات على النادي الأهلي وعشان كده الحقيقة يمكن الملف ده هيكون مفتوح بس أطمن حضراتكم كل العروض التي تم الإعلان عنها لنجوم النادي الأهلي عروض وهمية ولم يصل للنادي الأهلي عرض رسمي غير يمكن للعب أو اتنين والموضوع في النهاية وأعتقد حسب ما بدأ النادي الأهلي مرتبط بالمقابل المادي الأهلي عمره ما هيقف عقبة في طريق أي نجم من نجومه وبالتأكيد عنده البديل القادر عنه هو يسد أي فراغ